عربت مصر عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغراتجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر واعتبرت مصر تتورات الخطيرة والمتسارع التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبقا وأنحذرت منه مرارا وتكرارا من مخاطر تساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة كما أكدت مصر على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب قائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين